السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطولة تشيساب الماسترز الرابط تخلص بكرة ان شاء الله في الجراند فينالي اللي هو النهائي الاخير لهذه البطولة واللي فيه اتنين بالنسبة كبيرة انت عارفهم بس انا هعمل نفسي انك مش عارفهم لو انت بتتابع البطولة من خلال القناة فقط وخلينا اقولك ان في نهائي الكسبانين ما هو اصل فيه الكسبان بيلعب الكسبان ويمشوا في سكة والخسران بيلعب الخسران ويمشوا في سكة وبعدين الكسبان من الكسبانين يلاعب الكسبان من الخسرانين ويعملوا نهائي اول وبعدين يعملوا نهائي تا يعني فيه فيلم طويل كده بس في النهاية فيه بكرة الجراند فينالي او الجراند فينال او النهائي الكبير زي العيد الكبير كده في نهائي الكسبانين ماجنس كارلسون لاعب دينيس لاسفك انا جبت لك مباراة من هذه المعركة وبعدين في نهاء الخسرانين نصف نهاء الخسرانين كان كان يان بومنشي بيلعب فيروزة واستطاع فيروزة ان يفوز عليه من خلال 3 تعادلات تعادل تعادل حسم تعادل فيروزة كان سود اتعادل كسب بقى لما عارف يتعادل اللي هيطلع من ماجنس ودينيس لاسفك هيبقى خسران هيروح يلعب فيروزة اللي لسه كسبان واللي هيكسب من دول هيروح مباشرة للجراند فنالي عندك مشكلة؟ طب يلا بينا احنا بدأنا لايك لازيز اشترك في القناة وهيا بنا ماجنس كارلسون كسب المباراة الاولى اتعادل المباراة التالتة التانية خسر المباراة التالتة النتيجة بقت 1.5 و 1.5 دي المباراة رقم 4 لو اتعادل ويلعبوا حسم تعادل تعالوا نشوف هذه المباراة انا جبت المباراة دي عشان حاجة هقولها في الاخر لان لو قلت الوقت هتتحرق بدأ وزير من دينيس بدأ وزير من ماجنس سيفور سلاف حصان حصان بدل ما يلعب الحصان هنا ويسمح بالاكلة ونخش فيه تعايدات لا انا هقفل على الفيل بس احمي البدأ بتاعي ده اسمه The Slow Slav او السلافي البطيء ماجنس يلعب نقلة مش مشهورة التالتة بيشب جي فور سؤال لهذا الفيل ايوانا جاية ديك الفيل والعب ال E6 احط كل البيادة على ابيض اكمل انتشار اكمل انتشار بيشب دي ثري على الوتر الطويل والان ربطوا مانعا اياه من ان يأخذ ال E4 ويشغل الفيل تبييد تبييد على فكرة لو عملت كرا دي بلندر عشان باكل ملحوصان مربوط تبييد تبييد روك دي وان في وش الوزير الرخ تحركت واضح ان ماجنس كارلسون عاوز يضرب الوسط من خلال E5 عشان لو اكلت الحوصان ييجي وقدر اطلب الوزير واطلب الفيل واخذ امتياز الفيلين تاني QE2 QE7 بيشب دي 2 ام واكل وساحب الفيل وضرب الوسط ايه رأيك كلام كله مفهوم ومنطقي يطرى تعمل ايه لو انت بالابيض يطرى تاكل وتسمح للحوصان ييجي في مربع جامد ويطلب الفيل وبعدين يبقى يمشي والوتر برضو يبقى جامد معتقدت ان دي حاجة حلوة ابدا لكن الصح انك تلعب D5 تحافظ ان الوتر يفضل مغلق وتحافظ ان المربع ما يبقاش حلو للحوصان لكن مفيش حاجة في الشطران جبلاش انت سبت مربع C5 الفيل مسك الوتر الفيل يتحدى على الوتر اكل اكل وتعالى نهايات ليه لان ماجنس عاشق للنهايات رغم ان بني وبينك اني اكل تاكل بعدين ممكن اكل هنا تاكل واعوجلك البيادئ كده والله النهاية دي مش وحشة يعني هل هنا في حاجة بعد F3 الوضع مقبول جدا للابيض دينيس لا انا مش هخش النهايات مع ماجنس انا يا عم همشي اوكي هات الفيل حاضر وبعدين بص التكسير اللي على مستوى احترافي حاكل حتاكل حاكل حتاكل كفاية انا هسيب قطعتين خفاف لان القطع التقيلة بس بتزود نسب التعادلات في وجود الارخاخ يعني لو اكلت كده وانا يمكن اكل بالطبية واضغط ليه اعمل كده لا واسيب له العمود لا يعم ساب زوجين من الارخاخ من القطع الخفيف زوج من القطع الخفيفة يعود الوازد الى الوراء ويتم تكسير جميع الارخاخ بعد قليل نفس للملك نفس للملك كل واحد بيفتح فتحة وبعدين يقرر ماجنس انه يكسر الارخاخ مش اي مشكلة وبعدين بص مين احسن من وجهة نظرك يا طار الفيل ده ولا الحصان ده انا من وجهة نظري شايف ان الفيل ده اقوى لان الرؤعة مفتوحة الوطر ده جامد الحصان مالوش مستقبل واضح يمكن يكون ليه مستقبل من هنا دي الفكرة الوحيدة اللي ممكن تلعب عليها وزير سي فايف بيشيب سي فور بدأ يدفع البياد ياخد مساحة ماجنس كارلسون كينج اف ثري الوزير يعود هاتي البيدة مستغلا للاضعاف السابق رجع مكانه صاحبنا رجع ايه هنكرر ونروح اسمة عادل انا ما عنديش مانع لو قرر مرة وبعدين ماجنس سألو لا اتش فايف انا اخد مساحة هنا الفيل يعود الى الوراء بي فايف مساحة هات لو سمحت هل التكسير حلو التكسير ممكن يمشي بس دي مش فكرة ماجنس يعني التكسير واني اسمح ببيداء سالك وبعد نعمل ببيداء سالك بلوك كده مش عايز اعمل حاجة زي كده خبالك مش وحش ابدا لان برضو الاسود بقى عنده افكار لكن دي مش فكرة ماجنس من البداية مش عايز يبسط قوي الوزير يتحرك كينج جي تو والان ماجنس لعب نقلة عجبتني وديتها علامة تعجب كينج اف اي ليه عاوز النقلة الجاية انه يكسر وبعد ما يكل مثلا بالبيداء يبدأ يقرب والملك دي يبقى اقرب الى هذا الاضعاف طبعا جديد بالذكر انك ان اكلت اكلت بالوزير اكلت اكلت الملك قرب وقع البيداء خلاص فهي نقلة ويتنج انتظاري ويوسفل مفيدة ولم تغير اي شيء في الشكل البيدقي ريعان الشباب عنفوان الشباب انا عايز الاقي فكرة بالعافية بي فور انا حصبر عليك كون لا ويسيب البيادق مش هكسر بيادق يمكن يبقى اضعافات كمان شوية انا عايز اجيب فكرة بالعاف فوق الله الله ماهم هوا بيكسبكوا كده ماهم انت لو صبرت باي شكل من الاشكال عملت كده مثلا وعايز تجي من هنا مثلا واخب بالك ولو اكل لازم تاكل بالبيدق الان الفكرة ايه هيلعب ايه يعني الشكل ما زلت عادولي على فكرة وخلاص كسرنا وكلت بالبيدق اكيد مش هاكل بالوزير يا اخواننا لان الاكلة بيوزير خسارة ما انا قلتلكم يقرب كده نقرب كده لو حاول يحمي حاسب تبتخسر خلاص لكن لا انا عاوز اعمل عارف العنف بتاعي اللي هو ايه قلت خبرة تقول ممكن الوقت عنه 17 سنة بس خلي بالك ماجنس معد التلاتين دلوقتي سنوات كثيرة من الخبرة F4 اكل اكل والان Queen C7 هات البيدق ضعيف حمل بيدق والانجن مش عجبه بيقولك ايه لعب دي والان التهديد اللي بجد اني اكسر ومهما انت كسرت في الاخر يبقى البدق ضعيف قدر الامكان وهيفتح طريق للملك يمكن يقف في المربع الضعيف ده ودفع البيدقية فشلة لان الفيل هيقع لكن ماجنس معه 4 دقايق يلعب King E7 ويسمح بال E5 ياكل ياكل الشكل بقى تعادلي جدا دينيس دينيس لازفك معه 40 ثانية ماجنس معه 3 دقايق Queen D7 تعال انكسر كيش الملك يتحرك واقترب كيف تعاقب هذه النقلة ماجنس جاب الكيش لو ادمشي ماجنس لديه نقلة دي بقى حاجة انا حاسس ان ماجنس كارلسن لم يعد ماجنس بتاع زمان اللي هو بتقال عليه كاباب لانكا الشطرانج وملك النهايات الاسطوري الذي لا يقهر المفروض معك دقيقة وي بصوا ماجنس فكر معه دقيقة وشوية فكر لحد ما بقى معه 19 ثانية وجابنا الى وحشة كان الصح يلعب G5 لو اكلت بالملك G3 هتعمل ايه هتمشي كده مات هتاكل هاكل وبنسبة كبيرة انت واخد الملك الابيض على جنب وهو بيتحاسب دلوقتي يعني هو في يعني بيتعزب هيمشي كده هتديله كيش هيرجع مكانه هتاكل تاني وحتاكل تالت طب ماشي ماشي طب لو كلت بالبيدق الان ركز كيش لو اكلت اكلت واضح ان البيدق بيجري طب لو انا اكلت انا اكل تاكل واكل هنا والبيدق ده في حضني والبيدق دي بتجري تكسب يعني مثلا الملك يقترب وعايز يدفع البيدق من وراه انا هدفع ياكل ادفع البيدق يدفع لازم ارجع وخلاص اسود بيكسب هل هي صعبة انا عارف ان فيه ناس تقول عليها يبقى افور بس جماعة احنا سبعة ونص مليار احنا داخلين في تمانية مليار ولا كم دلوقتي التعداد بتاع العالم ده احسن واحد في التمانية مليار بيلعب شطرنج ومعاد ايه اكملة وتمن ثواني او معرفش يجيب النقل ده قل لي انت رأيك لعب النقلة دي صاحبنا اداله الكيش اكل وبدأ يديله كاشات قال يعني هيتعادل وده منطقي فعلا هو الشكل على الانجين اصفار لمرة تانية بس خلاص بقى ما اقدرش هلومه لانه بقى مع 16 ثانية ماجنس بقى مع 8 ثواني خلاص كيش كيش دي بلندر ليه؟ عشان ده العقاب افسكس بكيش نهايات البادئ لازم تاكل بكيش وانا اكل اكل ومين ايه الحق ده خلاص تسود بيكسب برضو ماجنس يفوتها رغم ان انا شايف انها مش صعبة عليه يا جماعة بكلمك في واحد داخل التاريخ التاريخ يعني من ساعة معرفنا الشطرنج مع 10 ثواني اكل وخلاص وهو عارف انه هو على فكرة معاه مكسب برضو او شكل صفار مش معاه مكسب معاه افكار معاه بسموها ترام كاردس اللي هي معالف خاخ بتاعة الشكل عشان البيداء المجرم ده ايوه بس ما فين بيداء مجرم هنا كمان كينجي اي سيفن اللي عبت الان النقلة الوحيدة التي تتعادل بس دينيس معه 6 ثواني بي 5 واذا اقتربت عشان تلحق البيداء انا بدخل دلوقتي ولو انت اجريت بالبيداء عايز تجيب وزير انا ممكن ااكل وممكن اجري اجيب وزير بس الاكلة كمان قوية جدا وانا كمان هجيب وزير بكشات يعني لو عملت كده بتدفع ادفع 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 اجيب وزير تجيب وزير تعادل دينيس للاسف لعب النقلة البلندر وبعد ما الملك طلع خلاص البيداء ده ما هو فيش معاتش في كاونتر بقى 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 بيداءين بيجروا فاهم خلاص حتى لو دفعت البيداء هو في المربع ويستطيع ماجنس كارلسن ان يفوز يدبى للورد ورحته فيه برضو ده ده مش مستوى ماجنس الذي لا يقهر الذي اعتدنا عليه لودي تعادل معه ماتش كسبه ماتش وخسر منه ماتشين بس ماجنس راح عالجراند فينالي دينيس لازفك راح يلاعب نهائي الخسرانين اللي هو ده خسران مع الكسبان من نصف نهائي الخسرانين اللي كان فيروزا مع نبومنشي بقى فيروزا يلاعب دينيس لازفك جبتلك مباراة واحدة من هذه المعركة وهي المباراة الاولى بينهما بيدأ مالك لو لسه معايا لحد الوقتي بشكرك من القلب وبفكرك تعمل واحد لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش هنلعب اي طالي وهنروح على لاين ملعوب كتير اي سيكس بيت للفيل بيفتح الطريق للبي فايف والسي فايف والكلام ده اه البشب لما بيرجع بيفتح للسي فايف عشان هو كان واقف برضو في وش السي فايف زي زي الحصان الفيل يرجع عشان ديما تجيش في وشه في لحظة تبييت الحصان الفيل في وشك مش هغشك والان حققت الدي فايف لسود ممتاز دينيس لاسفك حياته وعنب اكل بس في مشكلة دايما الادفع البيدقية دي بتسبب اضعاف على الاي فايف كيف تتخلص من هذا الاضعاف رغم ان ستوك فش بيقول كلب الحصان او كلب الوزير لا هو اكل بالفيل لان الخطة بعد روك اي اي تبييت اني اخلص من البيدق وتم مجموعة من التكسيرات الشكل التعدلي جدا يعني تلاتة على تلاتة روك اي وان تعالى تعالى والوزير طلع الان كوين اي تو سامحا بان البيدق تتعوج وبعد ما اكل بص علي رضا فايوزة فاهم ادي ايشة طرنج كلب البيدق الدخول هذه النهاية اه معايا امتياز الفلين بس البيدق دي لا تحافظ على اي فرص مكسب لا يا عم انا سيب البيدق كده بس الوزراء موجودين يساعدوا وبالبلد كده مفيش قطع كافية للهجوم على الملك او لمحاربة هذه الاضعفات ومعايا امتياز الفلين الان التهديد اعمل كده وديك الشمات في الصف الخلفي فالرجل فتح نفس اوعى تفتح نفس واهمي عشان الفيل شغال افتح نفس حقيقي النفس الحقيقي عشان الملك يهرب هنا عمل لك اضعاف على المربعات السودة حتى الان الدنيا متغطية روك اي وان روك دي ايت كينج جي تو كينج جي سافن بشب اي فور عاوز اعوج المسائل لو كالت بالبيدق اربطك يا سلام فالان روك دي سافن ما العقاب يا تورا العقاب وهو ان اكل تاكل بالوزير اجباري بعدين انزل ثمانية وعايز ادي الكش دي يعني لو انت لعبت نقلة خيبانة زي دي مثلا فالكش دي جمدة جدا دلوقتي لو قفلت السكة كده بديك في الفحاجات بحيث لو اكلت تخسر رخك هتاكل كده بعدين ابقامشي بكش كده تفوق اربعة للأبيض شوبها هتمشي فين تطلع فوق مثلا في كش مات في واحد معايا الفكرة طيب لكن على النقلة التعبينة دي اتلعب النقلة الغير دقيقة دي مشي عشان كانت التانية اني ااكل وانفز اللي قلتلك عليه من شوي امشي لو سمحت سلامه عليكم والان طلع تاني تعالى نلعب على المربعات السودة اللي الفيل بتاعها بعيد مش في مكانه الطبيعي اه في مكان هجوم بس هو مش هيجم لوحده يتحرك الوزير تعالى نكسر الدخول في هذه النهاية اصبح الانت عادلي عشان ثلاثة على ثلاثة بس في ميزة تانية معايا امتياز فلين ممكن اسيب امتياز الفلين واعوج البيادق بتاعت جناح الوزير بيشيب تيكس وبالتالي اصبحت الافضليات هنا اعلى للابيض لان النهاية كل البيادق سيئة عند الاسود والبيادق على هذا الجناح جيدة مش بس كده بيشيب جي فايف اف سيكس يمشي كينج تعالى نكسر الخاخ عادي وبص الفرق الجوهري انا باكل انت عندك تلاتة على اتنين ما بيعملوش بيدق سالك انا عندي تلاتة على اتنين بيعملو بيدق سالك ده مثال حي للاكتف ماجورتي ضد الاكتف ماجورتي الاكثرية البيادقية النشيطة التي تنتج بيدق سالك في النهاية قصاد افضلية بيدقية غير نشيطة لا تنتج بيدق سالك في النهاية لو سمحت خلي بالك احنا بنلعب على الجناح اللي عندنا فيه تفوق محدش يقعد يطلع بالمالك كده ويخش الجنب ده ما فيش هنا حاجة اخلص على الجناح التاني احنا بنلعب هنا في الحتة اللي هنعمل فيها بيدق سالك الكلام ده مهم بص 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 روح روح اكل بلندر الانجين بيقول اسبر سيبوا يا عم ياكل يمين ياكل الشمال اهو يعمل بيدق ضعيف في الاخر انما تريحوا وتعملوا اللي انت عايزوا تعملوا بيدق سالك كده في الاخر يا عم كده سلتي ملتي ماشي مالك يقترب البيدق يجري البيدق جري راح يلحق البيدق وفيروزة ام تدي له واحدة بيشيب دي سيكس النقلة دي الجمال ده لو اكلت عشان ما تخصش قطعتك اجيب وزير تاكل اكل والبيدق دي هتقع عشان كان معي اوتساين باسر او بيدق سالك بعيد والذي عمل كالهاء او مشتت للملك يبتعد عن رعاية عياله اللي عن الجناح الاخر والان تسقط البيدق ويفوز فيروزة في هذه المباراة اللي بعدها يتعادل يا جماعة احنا بكرا ان شاء الله الساعة سبعة مساء بتوقيت مصر عندنا بث مباشر لمتابعة الجراند فنالي ما بين ماجنس كارلسون واللي كان يتمنى يقابله في بطولة العالم فيروزة هذا هذا لقاء يستحق المشاهدة والمتابعة تمنى تكون معايا بكرا واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة